معنا أمو محمد من القاهرة تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت بعد إذنك عيدة أقول حضرتك على حالة تفضلي أنا جدي ما بيعرفش يأكل ولا يتعامل إلا بشمال فعيدة أعرف كده حرام هو يعني إيده معوقة بادي الشر عليه إن شاء الله وربنا يدخله الجنة أوعي 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 تكبيريه على إنه يأكل باليمين استني بس عشان خاطر أنا بقول كده اسمعي بس حضرتك لما يكون حد أعصر أعصر يعني بيستخدم اليد اليسر أنا بحب كلمة أيسر من أعصر ليه؟ لأن اليسر اسمها يسر لأنها تيسر على اليمن اليمن من اليمن واليسر من اليسر فالذلك ربنا جعل لنا إيدين عشان يبقى فيه يسر فإذا كان هو بيأكل بيدي اليسر أرجوكم بلاش الطريقة دي في الأحكام الشرعية هو ده ما يسره الله لا وأكله بهذه اليد يثاب عليه كما يثاب لو كان أكل باليمن ليه؟ لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الإنسان يثاب في حالة مرضه أو سفره بثوابه الذي كان في حالة سلامته وفي حالة إقامته فإن شاء الله هو له الثواب أنه بدل هو مش قادر يستعمل إيد اليمنى إن شاء الله يكتب له ثواب من كان يأكل بيده اليمنى من ثواب ولازم نعرف بس أن من السنة الأكل باليمنى نحن مختارين هذا الأمر ليه طيب؟ لأنه ورد في حديث رسول الله عليه وسلم أنه كسر القثاء بالبطيخ يعني كان يأكل بكلتا يدي الحديث في مسند أحمد فمن السنة إن إحنا نأكل باليمين ليه طيب؟ لأن السادة الشافية عندهم إذا ورد أمر لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك فإن اللي حصل؟ ورد عنه في مسند أحمد إنه أكل بكلتا يبقى إيه اللي يحصل؟ يبقى الأمر ده يحمل على الاستحباب فلذلك نهون الأمر علينا كمان عشان ما يبقاش فيه كلام شنيع على الناس ويبقى الناس في حالة من حالات الفهم الصحيح الحديث الرسول لله صلى الله عليه وسلم إبقى إذن أخونا إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب له ثواب ولو كان يأكل باليسر لأن دوات اللي ربنا سبحانه وتعالى أزن له به